شبكات الاتصال communication network تمثل شبكات الاتصال نوع من الاتصالات الجارية بين المواقع المختلفة التي يتم فيها اتخاذ القرار اتخاذ القرار على مستوى الادارات المختلفة اتخاذ القرار يكون على مستوى الادارة العلية اصدار الاوامر اتخاذ القرارات لإيصالها الى ادارات اخرى من الادارة الوسطى والادارة التنفيذية تصل هذه من خلال شبكات الاتصال يجب ان تصل هذه بسرعة معينة لتلقاء الفاعلية لكي تلقى الاهمية لان يجب ان تصل الى الجهات المعنية في وقت معين في زمن معين في تاريخ معين لان اذا وصلت هذه متأخرة فما في داعي الاتخاذ مثل هذه القرارات لان القرارات يجب ان تصل بوقت معين حاجتها في وقت معين تفقد اهميتها اذا وصلت متأخرة طبعا كيف تصل متأخرة اذا ما فيه هناك شبكات اتصال فعالة لنقل مثل هذه الاوامر والقواعد الى اخرى ايا كانت للجهة المعنية فهنا المشكلة لكن شبكات الاتصال تحل مثل هذه المشكلة في انه القرارات هذه تصل في الوقت المناسب للجهات المعنية وبالتالي تحقق الهدف منها شبكات الاتصال طبعا كما ذكرنا هناك نوعين من الاتصالات منها ما هو مباشر اللي هو دايريكت طبعا والنوع الاخر هو الاتصال الغير مباشر مباشر وغير مباشر فما المقصود بالمباشر والغير مباشر وما الفرق بينهما الفرق بسيط الاتصال مباشر هو الاتصال الذي يتبع سياسة الباب المفتوح لا يوجد هناك حواجز عوائق ما بين عملية الاتصال التي تحدث ما بين الرؤساء والمرؤوسين او ما بين الادارات المختلفة الادارة العليا والوسطى والتنفيذية الاتصال يتم بصورة مباشرة دون الحاجة الى وجود الوسيط يمكن ان نوضح مثلا طريقة الاتصال المباشر لو قلنا هذا الرئيس هذا الرئيس او الادارة العليا الاتصال يكون مباشر هذا اتصال مباشر هذا اتصال مباشر طبعا مدم لا يوجد هناك وسيط اذا هذا يعتبر اتصال مباشر مهما كان مهم ان العملية تتم بشكل مباشر هذا الرئيس او الادارة العليا هذه الادارات المختلفة قد تكون ادارات وسطى ادارة انفيذية مروسين باشكال مختلفة طبعا عندنا ايضا الاتصال الاخر الاتصال الغير مباشر لو ان دايركت طبعا على العكس تماما من الاتصال المباشر هو الاتصال الذي يحتاج الى وجود الوسيط من هو الوسيط والشخص الذي ينكل عملية الاتصال عملية الاتصال طبعا الوسطاء هما في درجة اقل من درجة الرئيس اقل من درجة الرئيس يعني قد يكون ايه الوسيط في الادارة الوسطى ويكون الاتصال صاعد من الادارة التنفيذية يمر من خلال الوسيط في الادارة الوسطى ثم يصل الى الادارة العليا وهكذا طبعا الشكل هذا يمثل عملية الاتصال الغير مباشرة لان دايركت كومينيكيشن التي تتم بين ايه الرؤساء والمروسين طبعا الرئيس على مستوى الادارة العليا هذه ادارة عليا هذه ادارة وسطى لو كنا هذه اثنين ثلاثة عندنا ادارة تنفيذية اربعة وخمسة هذه ادارة تنفيذية الاتصال يحدث بطريقتين اما الاتصال الهابط او الاتصال الصاعد في الطريقتين او في الحالتين يكون هناك وسيط هذا هو الوسيط اثنين وثلاثة هو الوسيط الذي يكون بنقل ما جاء به من معلومات من اتخاذ قرار من اصدار هوامر او من شكاوي الى اخره الى من ادارة الى ادارة قد يكون في دور الاتصال الصاعد من الادارة التنفيذية الى الوسطى ثم الى العليا فهو هنا وسيط ايضا الهابط من ادارة عليا الى وسطى التنفيذية ايضا هو يعمل صفة الوسيط صفة الوسيط طبعا هناك ايضا شبكة الاتصال ذات الوسيط المساعد طبعا عن طريق هذه الشبكة يتم اتصال المرؤوسين عن طريق وسيط مساعد او معاون للرئيس نفسه دون تمتعه باي سلطة رئاسية مثل مدير المكتب او السكرتير الذي يخضع لذلك الرئيس طبعا مثل هذا الشكل بهذه الشاشة هذا رقم واحد ثم السكرتير او المعاون الذي يقع مباشرة تحت الرئيس ثم عملية الاتصال التي تحدث هذا رقم اثنين هو الوسيط او المساعدة او المعاون ثلاثة اربعة ثم خمسة هذه عمليات الاتصال هذا النوع من الشبكات يسمى شبكات الاتصال ذات الوسيط المساعد رابعا شبكة الاتصال الكامل المتشابك طبعا هذه الشبكة تتميز عن الشبكات السابقة بانها شبكة بطيعة نوعا ما بطيعة هناك بطء في توصيل المعلومات مع احتمال سلبي في تكرار المعلومات يعني نقل المعلومات اكثر من مرة الى مركز اتخاذ القرار طبعا هذه صفة سلبية في هذه الشبكة طبعا عن طريق هذه الشبكة يتم اتصال كل من المرؤوسين والاتباع بالرئيس الاعلى وتتيح ايضا للرئيس الاتصال بالمرؤوسين الاتباع دون وجود وسيط ملاحظين انه في الشبكات السابقة كان هناك وسيط لو قلنا هذه الادارة العليا او الرئيس ثم طبعا عندنا هذه الادارات الاخرى يمكن تكون الادارة الوسطى ثم هذه الادارة التنفيذية ملاحظين انه شبكات الاتصال هنا ممكن ان تتكرر لأسباب مختلفة وهناك ايضا بطء في نقل المعلومات بطء في نقل المعلومات في هذه الشبكة ترجمة نانسي قنقر